موسيقى السلام عليكم هل فيكم فيديو جديد اليوم سنتكلم معكم عن الميزة الجديدة التي نزلتها في الساعة الجديدة طبعا هذه الميزة لا تعمل على الساعة Apple Watch Series 4 الأصدار الرابع هي ميزة ECG طبعا هذه الميزة جهاز موجود تقريبا بس مستشفيات لتخطيط القلب تقريبا أكثر الأشخاص يعرفون لديهم أمراض قلبة وشيء لزق اللي يضعونها على الصدر واخد تخطيط القلب كامل طبعا ابل نزلتها في الساعة الجديدة اول حاجة تحدث الساعة الاخر اصدار من ابل بعدها تفتح البرنامج نفسه هذا هو البرنامج سيقولك انك تفتح برنامج الهلط في الجوال نفتح برنامج الهلط في الجوال نرحق البرنامج نفسه سيقولك البرنامج هذه هي طريقة الاستخدام ECG البداية لازم يكون عمرك فاق الـ 21 لتستخدمها طبعا الميزة هذه موجودة الآن فقط في امريكا تقريبا ما راح تشتغل في الدول العالم في المدري الأشهر الغادمة والسنوات الغادمة بداية نفتح الـ setup يعلمك الطريقة كيف انك تستخدمه طبعا البرنامج و لازم يكون عمرك مثل ما قلتكم وفاق الـ 21 حط عمري اول شيء بعدها راح يعلمك خطوات كلها طبعا نخلق الجوال باللغة العربية عشان يكون افضل نحمله باللغة العربية و نتجمعكم طيب بعد ما حاولنا اللغة العربية نفتح برنامج يعلمك الاشعارات وكل شيء مثل ما تشاهدون نضغط هنا الاشياء كلها نبحث عن الرجفان الاذيني باللغة العربية لا أدري ما معناتها بس المهم هنا تضع معلومات حقيقة كل الاشياء كلها متابعة تقدرون لو توقفون الشاشة و تقرون الاشياء المعلومات كلها و كيف طريقة استخدامه نعلمك الابلواتش ما راح تكتشف كل الـ ECG أو تخطيطات القلب لازم تكلم الدكتور و تشوف الاشياء كلها هي حلوة انها تستطيع تسوي طريقة في أي وقت لكن ما راح تكون مئة في المئة طغير ادوية و هذا الشيء تشغل اشعارات شغلنا هنا تضع معلوماتك بعد الـ Setup نفتح البرنامج في نفس الساعة و ألمس لمدة 30 ثانية نفتح البرنامج هنا في الساعة و نلمس هنا في الجنب 30 ثانية طبعا لازم تركب الساعة مضبوطة على ايدك و تخليها على الطاولة على فلات شيء و تلمس المكان في الجنب 30 ثانية يبدأ معاك العدد التنازل هنا مثل ما تشاهدون طبعا كلما تتحرك سيوقف عيدة مرة ثانية فلازم تكون تشوف كيف لازم أثبتها عدل سأشدها أكثر عيدة مرة ثانية معكم فسويت لها تايت عدل حين شديت الساعة و لا تحرك يدك لازم تحطها في مكان فلات مثل على طاولة أو شيء و تضغط عليها سأعطيك فوق الريث لقلب الآن أنا عندي 83 ثلاثة ثانية سأعطيك تأخذ القلب كامل سأقوم بعملها كذا على أوقات متقاطعة مثلا في اليوم سأرسلها بملف كامل من الجوال للدكتور كذا أعتبر خلاص سأعطيك الانتفكيشن برضه في الجوال و أنا يعلمك الأشياء التي أنت فيها مثل ما تقول قبل أكثر أعطاني تحديث في الجوال قال لي على التوبك حقك أو النوع ما هو أنت بعد التخطيط هذا يكون مثلا إذا كانت التخطيط كويس أو الأشياء ذلك كلها سأعلمك إيها بالتوبك حقك من هنا مثل ما تشاهدون باللغة العربية لو نضغط هنا نظام جايبي يقول لي نضغط هنا و نشوف ما معنات تلك بالعربية أن دقات القلب حقتي والتخطيط عدل ممتاز كذا ستقدر كل مرة تسوي الحركة ذوي على المكلة في الثلاثين ثاني هل دقات قلبك والتخطيط حقه ممتاز أو لا مش ممتاز في النهاية تقدر مثلا تسوي لحق اليوم لحق التخطيط هذا أو أنك تنتظر كذا مرة تسويها بعد أن تجدك مثلا اليوم كامل و ترصد لحق الدكتور كذا سيتم عندك نوي على المكلة لا تبدأت في التخطيط القلب هذا البرنامج وهذه الطريقة تستخدم البرنامج و تستخدمه كذا مرة في اليوم بكيفك أنت و تستخدم مرة ثانية حين لا تختلف شيء دقات القلب نفسها و كل شيء نفس الحركة يأتي التنبيه هنا من الجوان مفتوح تخطينا اثنين هم أول واحد كان متوسط نب 80 ثاني متوسط نب 81 لا يفرق و أعطيك الوقت و كل شيء مثل ما قلت ترسل للدكتور لكن هذه الميزة ميزة الأي سي جي موجودة في ساعة أبول كانت أول مستغلة كانت أول إذا كنت تسوي هذا أو أن أقدر الله عندك إصابة في القلب و هذه الأشياء يجب أن تذهب إلى الدكتور و يضع لك الأزقات على الصدر و يجبون لك الجهاز و تخطيط القلب توقع لكل يعرفها التي تأتي لك ورقة والأبرة تقوم على الورقة لكي تكتب تخطيط القلب حقك الآن تكنولوجيا و ساعة أبول أغنتك أن تذهب إلى المستشفى أغنتك مستوى غلي يعني أنك مثلا بدلما أنك تسويها في الأسبوع مرة تذهب إلى الدكتور بعض الأشخاص التي فيها مراضي القلب يجب أن تسويها في الجوال ثلاث مرات في اليوم و أربعة مرات سهلت عليك قليل لكن ما ستغنيك مئة في المئة أنك لا تذهب إلى الدكتور لا لكن فادتك فالميزة هذه مثل ما قلتكم موجودة فقط في أمريكا ستعمل في دول العالم في السنوات الغادمة إن شاء الله ففي نهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو تنسوا الاشتراك في غناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم